دكتورة دلوقتي احنا يعني فيه صلوات اتمنعت في الجامع والوضوء اتمنع في الجامع وصلوات اتمنعت في الكنيسة دي اكتر حاجة متهيقلي ممكن تخلي الناس متضايقة وده غصبا عننا طبعا يعني ده المصلحة العامة او المصلحة بتستلزم علينا ان احنا نعمل كده بالزبط الناس تتعامل ازاي مع الموضوع ده هي نفس الفكرة ان انا هرجع تاني اقول فيه حاجات انا اقدر اسيطر عليها وفيه حاجات بيتبقى خارج السيطرة يعني اتفرض علي وضع معين دلوقتي احاول اعمل روتين تاني يقدر ان انا يتكيف مع الوضع الحالي يعني خلاص انا متعود ان انا مثلا بصلي في المسجد او ان انا بروح لي اعمل ان انا بعمل روتين ده في البيت بحيث ان مثلا انا مش عايز افوت صلاة جماعة اعمل صلاة جماعة في البيت يوم عن يوم عن يوم بيبتدي احصل كوبينج بيبتدي انا بيحصلي نورماليزيشن بقى ببتدي انا اتعود على الروتين حياتي الجديد هي فكرة الزوميج ان والزوميج اوت احنا كل واحد فينا بيبالي الكاميرا بتاعته في حد بيبقى عامل زوميج اوت قوي فيبقى شايف الدنيا وشايف الفيوتشر وده يخليه مور انشس وفي حد تاني بيبقى عامل زوميج ان قوي ايه ده انا ريقي نشف ايه ده ده انا ممكن يكون عندي كذا طب اولي انا عندي ضعف بالضبط كده فانا لانا محتاج اعمل الزوميج اوت من انا بص على كل حاجة في نفس اللحظة ومرأبة كل بقى حاجة تنزل على السوشيال ميديا ولا تنزل على الاخبار عادي التقليدية وانا اقعد بقى مركز في كل حاجة وفي حاجة بتطلع اشعاعات والرومرز واقعد ابصنا على الحاجة جدا في الاخر اخر يوم في حاجة كتيرة جدا كتلقاني جات في اخر اليوم خلاص بقى تكنسل طلعت اشاعة وطلعت مش عارفة وطلعت مش حقيقة حطيت سترس بالضبط على نفسي فكرة ان انا الكاميرا بتاعتي ما بقاش لانا عاملة زوميج اوت ولا انا عاملة زوميج ان لدرجة تعلي اخد الكلام بتاعك ده بايجابية بقى على عكس الناس اللي وقدها بسلبية ازاي بقى يا دكتور احنا دلوقتي ما كناش بنقعد في بيتنا كتير مع ولادنا ولا كنا بنوعيهم ولا بنديهم من الطاقة بتاعتنا والعلم بتاعنا لير قليل جدا جدا في مناسبة في اجازة بنقعد مع الولاد نشوفهم عاملين ايه دلوقتي بقى عندنا مساحة اكبر المساحة دي هتخلينا نقرب من عائلاتنا اكتر بدل ما كل واحد كان قاعد فينا على موبايلات على تابلتس بيعمل بقية الشغل بيكمله في البيت الولاد بتذاكر الكلام ده كله بقى اينا قاعدين مع بعض تعالوا نعمل حلقات علم وحلقات دين بدل ما كنا بنعمل في الجامعة او الكنيسة حلقات ونروح عشان نصلي ونعمل الكلام ده كله ننقلها للبيت عندنا يبقى فيه في البيت روحانيات يبقى فيه روضات من رياض الجنة اللي هي حلقات العلم ونبتدي ندي لولادنا نصايح ونجيب كل الحاجات الوحشة والسلبيات اللي حصلت لنا في الفترة الاخيرة دي نحولها الايجابيات ليهم بحيث ان احنا نقولهم الاحديث بتاعة الرسول اللي كانت بتشير لده الكرآن في الانجيل فيه حاجات زي كده كتير بتشير للاوبئة ازاي بناخد منها حذرنا ازاي ان ده بنعتبروا انه علامة او صايم من عند ربنا عشان ناخد بالنا من حاجات معينة احنا غلطنا فيها ليه ربنا بيحبنا قوي كده ان جاب لنا الحاجة دي عشان بس تقول لنا يلا بصوا على الايجابيات روحوا للحيتة اللي انتوا سبتوها وارجعوا تاني خدوا السلبيات دي حولوها الايجابيات فده كل ده حب من الله انا بقول ان كل دي ايجابيات فيها توعية للطفل فيها توعية للأم اللي ما كانتش بتصر رحم تعديل سلوكياتنا ايوة نعدل من سلوكياتنا بالسلبيات اللي حصلت لنا نقوم نعمل ايجابيات هناخد عليها في الفترة اللي جاية دي يقوم يرفع الغضب والمقت والبلاء وكمان يعني انا انا بشوف ان الموضوع ده لازم يستمر بقى وبدل ما الناس بتتكلم ان انا قاعدة البيت سلورت اه قاعدة البيت بتجيب لي اكتئاب طب ما انت بايه دك تحولها انها تبقى قاعدة مفيدة وجميلة وانت كمان هتتبسط بدل ما تجيب لك اكتئاب تجيب لك انبساط صح حاجة كمان ان احنا محتاجين ناخد بريك يعني محتاج ان انا في يومي ان انا مش بس انا بقى متابع الاخبار ومتابع كل حاجة وما بتكلمش في اليوم غير على الموضوع ده واخسل ايدك ولأ انت مسكت كذا لأ انت عملت كذا لازم ااخد بريك اعمل بقى حاجات بقى تبقى فيها انترتينمت حاجات طرفهية بقى ان انا بتدي افصل نفسي شوي عن المشاكل ان فكرة كل الحاجات دي ورا بعض سترس 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 ما وانا هاجيب على اخر اليوم خلاص داون افكار سلبية كلها عملها يعني بتتصارع في دماغي وانا مش عارف ان انا اعملها ستوب في فكرة ان انا لازم اخد بريك عرفة كمان في المدارس انا كنت فكرة الاعداء اللي احنا هنعودها دي الولاد هتبتدي تجري على التليفجن تعمل حاجات سلبية كتير تبقى متضايقة دلوقتي بقى عندهم احساس بالمسئولية يعني فيه advantage و disadvantage في الموضوع ده انه اصبح العيال عندهم حاجة اسمها بدل ما كان فيه لم وبالا واديني بروح روتيني المدرسة وبرجع اذاكر انزل النادي تدمرين بقيت بقيت اذاكر اصحاب راحتي احنا اونلاين مع الطلبة على طول ابتدوا يتجاوبوا معنا اكتر ابتدوا يسألوا اسئلة مفيدة اكتر عايزين يعرفوا عايزين يلحقوا يختنموا الوقت بتاعهم ويستثمروه لذلك انهما معنا اونلاين على طول يعني بس مش من الساعات اللي المدارس محدداها او الجماعات احنا محتاجين بصراحة ان احنا من خفش من الخوف بالصبب يعني هو الخوف ده لازم نوقفه عند حتة معينة كده ونبقى دايما متنبهين ان احنا الخوف ده ممكن يحركنا للافضل بالضبط والله دكتورة انا يعني على وجه التحديد بالامس انا كنت ماشي في وسط البلد وشوفت شكل او يعني حاجة عجبتني جدا ولد وبنت تقريبا في عمر السنوي يعني هي بتصبله واضح ان هما اخوات كانوا نازلين يجيبوا حاجات مثلا بتصبله مية ومعاهم صابونة في كيس بتصبله مية غسل ايده على الرصيف في الشارع على حرف الرصيف وانا اعتقد ان هما كانوا بعملوا كده لان هما عايزين يعملوا كده مش لان هما خايفين واللي عجبني اكتر يمكن ان هما بيدوا قدوة للناس اللي كانوا بيشوفوهم كلها كلهم ان هما يعملوا ايه هما حتى مش مستنيني ان هما لما يروحوا مكان فيه مية وفيه صابون لا ده هما كانوا محضرين نفسهم يعني ارجو ان احنا كلنا نستفيد من حاجة زي كده لان ده بيقولي كمان ان هما ان شاء الله يكونوا قدوة في الديسبلين والحفاظ على مذاكرتهم زي ما حضرات كتب تقولي بقوا يصحوا الصبح براحتهم ويعودوا ويذاكروا ويكملوا مذاكرتهم اكيد هما بيعملوا كده يعني احنا مش عايزين نقول ان فيه ناس برضو المظاهر السلبية انا بدي مظاهر ايجابية هو وانا اعتقد ان ده مظاهر ايجابي اعتقد موجوده عندنا كلنا لكن احنا عايزين برضو نطمن الناس ببساطة انا بعمل اللي علي مش كده يا دكتورة اكيد انا بعمل اللي علي وعمله بامانة وعمله وانا مش خايفة وانا عارفة ان باللي انا بعمله ده ان انا حطقي شر مرض او شر وباء معين واوبئة تانية انا مش عارفة صحيح وكمان احنا يعني ده حاجة عرضة هتروح لسبيلها وكلنا نرجع نفتكر الايام دي ان شاء الله باذن الله شكرا